بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أخطر أمور تفعلها في بيتك دون قصد ولكن هي تسبب لك ضيق الحال ضيق النفس عدم الراحة أبدا مهموم حزين قلق مصطرب خائف كذلك تؤدي لضيق الرزق وليس هذا فقط بل تعطيل أمور حياتك بأكملها فعليك أن تتجنبها فورا أول تلك الأمور هو الظلم مسألت بأن الزوج يقوم بظلم زوجته يقوم بظلم أولاده الله سبحانه وتعالى بصريح الآيات إن الله لا يحب الظالمين فكيف تريد أن تعيش حياة هانئة وأنت مرتاح البال مع سعة في الصدر تشعر بالراحة والطمأنينة وأنت ظالم لزوجتك وأنت ظالم لعيالك بل إن الظالم كما قال النبي صلى الله عليه وآله لزوجته وعياله فإن الله لا يقبل منه صلاة ولا يقبل منه حسنة وهو في النار هذا العمل الدائم كيف أقوم بظلمها عندما أوجب عليها ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليها ثم أقوم بلومها وبعتابها وبعد ذلك بشتمها وضربها هذا الأمر الخطير في البيت يجعلك لا تعيش في راحة أبدا ولو كنت من أغنى الأغنية والأثريئة ما دمت ظالما لزوجتك ولعيالك لن تشعر براحة النفس دائما مهموم دائما لا تشعر بالراحة لأن الظلم ظلمات أول ما تكون هذه الظلمات في نفسك الظلم ظلمات الله يجعلها لك في الدنيا ويجعلها لك في الآخرة ومن ظلم كرهت أيامه فكذلك الزوجة تكرهك والأولاد يكرهونك عندما ترجع إلى بيتك يقولون لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا لذلك الله سبحانه وتعالى يبغض ويكره الظالمين ويجعلهم يعيشون هذه الحالة من البؤس والتعاسى الأمر الثاني هو عدم الصلاة في وقتها كما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لا تسرق من صلاتك لا تسرق وقت صلاتك صلاتك في الوقت الفلاني لا تسرق الوقت بلا عذر عقلائي بلا علة عقلائية هناك من يؤخر الصلاة بلا أي علة ليس لديه أي شيء إنما هو متعود البيت متعود على تأخير الصلاة فيقول الإمام علي عليه السلام بأنه لا تسرق من صلاتك فإذا ما سرقت من صلاتك إنما أنت تسرق من سعادتك وتسرق من فرحتك من رزقك من عافيتك لأنك عندما تنقص الصلاة تنقص الصلاة لا تجعل الصلاة كاملة في أنك تصلي في وقتها في أنك تنتبه لصلاتك هذه الصلاة ناقصة فإذا كانت صلاتك ناقصة فإن الله ينقص من عافيتك وكذلك ينقص من رزقك وينقص من سعادتك وفرحتك وراحة بالك وينغص عليك العيش عرفنا؟ فلا تسرق من صلاتك إنما أنت تسرق نفسك تسرق نفسك تسرق عافيتك وصحتك وسلامتك ونجاحك وكل شيء في حياتك لا تؤخر الصلاة عن وقتها فتصاب بضيق النفس لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله بصريح العبارة عندما يأتي وقت الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال الصلاة هي التي تعطي راحة الحياة تعطي الطمأنينة توسع عليك نفسك ترتاح في كل ساعة تشعر الصلاة في وقتها وكثير من الناس يقول عندما أصل الصلاة في وقتها لا أعرف لماذا أشعر بالراحة كثيرا بعدها هي هذه الصلاة هي الصلاة راحة معراج المؤمن إلى الله عز وجل وتصور بأنك تعرج إلى الله إلى السماء إلى الملكوت في صلاتك إذن أنت تتحرر من كل قيود الهم والغم الموجود في الأرض وترتفع بنفسك إلى السماء والسماء ليس فيها إلا الطمأنينة والسعادة والراحة الأمر الثالث هو أنك في البيت تعصون الله سبحانه وتعالى ولا تستغفرون المشكلة الكبيرة نحن لسنا بمعصومين كل ابن آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله ألا إن خير الخطائين التوابون المستغفرون يا أيها العزيزة يتوى الكريمة ليس فينا معصوم الكل يذنب الكل لديه ذنب ولكن البيت الذي ليس فيه استغفار بعد الذنوب هذه مشكلة يصابون بضيق النفس بالمشكلات 24 ساعة هموم أحزان حقد كراهية الكل ما مرتاح في البيت الكل مضطرب قلق في البيت وخائف لأن هذا البيت ليس فيه استغفار الملائكة تنزل إلى البيت الذي فيه استغفار وإن كان فيه معصية فيه استغفار وإن كان فيه معصية ولكن ما دام فيه استغفار إذن هذه الملائكة تزور هذا البيت وتطرد الشياطين من هذا البيت وتطرد الحزن وضيق النفس وكذلك الأمور الأخرى هذا الأمر الثالث البيت الذي يعصى فيه الله وليس فيه استغفار وهذه مشكلة كبيرة كذلك البيت الذي يعلم على ماذا يعلم على قطع صلة الرحم هذه الأمر يعني أنت وأولادك وزوجتك جالسين وتتكلمون بأننا من الآن وصاعدين فلان ما نروح لبعاد فلان نقطع صلة نوياء أو تشجعون على قطع صلة الرحم عندما تنقلون الكلام من عائلة إلى أخرى تتكلمون بالغيبة أمام الآخرين من الضيوف لكي يأخذ نظرة غير جيدة على فلان أو فلان أو على عائلة فلانية هذه مشكلة كبيرة تصيب النفس بضيق النفس لماذا؟ لأنه جاء في الروايات عندما تهدم قيمة أخيك المؤمن أو المسلم تريد أن تهدم مرؤته وسمعته وقيمته في أعين الآخرين فأن الله سبحانه وتعالى أول ما يهدم استقرار بيتك عليك أول ما يهدم سعادتك مثل ما جعلت الناس ينظرون إلى ذلك الشخص بالعين الصغيرة وكذلك تضرر فلان لأنك فعلت هذا وتضرر وحزن وشعر بأن الناس يبتعدون عنه وشعر بأن الناس بدأوا لا يحبون التواصل معه فأصيب بالغم والهم والحزن فالجزاء من جنس العمل الله سبحانه وتعالى يضيق عليك في معيشتك حتى تشعر بنفس تلك الحالة التي جعلت الناس يشعرون بها اتجاه فلان وفلان يشعر بها باتجاه من قبل الناس باتجاهها هذه الأمور هي التي تصيب الإنسان بضيق النفس بتعطيل الأمور جميعا بحزن لا ينتهي فإذا ما تركت الغيبة وصليت الصلاة في وقتها إذا لم يكن لديك عذر شرع تصلي الصلاة في وقتها وإذا ما عصيت الله في بيتك تستغفر وتقول استغفر الله ربي وأتوب إليه ولا ظلم في البيت لا تقوم بظلم زوجتك ولا تقوم بظلم أولادك فأبشر بأن هذا البيت يحبه الله ويحبه أهل البيت عليهم السلام ويزورونه أهل البيت عليهم السلام ويجعلون فيه البركة والرزق والراحة والطمأنين والسعادة والنجاح في كل مشاريع حياتكم برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام